السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه وحشوني من اخر فيديو قدمته بحبكم في الله وبشكركم جدا جدا بشكر الناس اللي مشترك معايا من زمان بشكر الناس اللي بتشترك جديد وبدعلكم ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم ويخليكم ويبارك فيكم يا رب ويشفي كل مريد فيكم ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب خليلكم اولادكم واللي ما معوش زرية صالحة ربنا يدلو الزرية الصالحة يا رب ويخليكم لي يا رب النهاردة بتعمل ايه مودالية مزنوجة في العشة ليه انا رحت افطر الطيور بدر خالص فالجيت بيضة برا لجيت البطة يعني يا البطة منهم باضت يعني انا عندي جزبطات ودكر لجيت بطة منهم باضت فاجلت ايه جبت البتاع بتاع الكوميدينا ديتي وحطت باجة فيها رملة وزبطت تحتها عشان ارجدها هل وقلت باجة ما ادخل العشة والعشة بقى كتفاها حتيت طلع وحتيت نازلة كدتي سويتها ورحت مالية البتاع دي رملة لما حط باجة ابن تاني وحطيت لازما باجة نحط رملة ونحط ابن ونحط فيها البيضة باجة عشان البطة ترجد عليها يعني لما تكمل بيض وكده التانية ان شاء الله باجة هتبيض معا وقلت باجة هدخلهم العشة وستد عليهم باجتي واجيب الوزتين ما خليش باجة تيرتاني تخش العشة دي خلاص هسيبع باجة للبطة والبطتين واتذكر باجة بتاعه وقلت باجة سيب باجة الفرختين واجبت باجة هعمل لهم الاكل بتاعهم هجطع باجة خيار على عش يعني مجطع عش صغير كدتي وعندي خيار ليجيت يعني كان عندي خيار في التلاجة لمتل هي الدبلانة في كدتي وجعدت خرطولهم على عش يعني للوز والفرختين وكمان بردك هحط من النواح للبطتين ياكلوا والله وما صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد بالله لكم باجة صلوا على النبي لو وصلتوا معي لحد هنا باجة تيام ما تنسوش اللايك كل ما شاركش في القناة يشترك خليكم معي لحد الاخر عشان نهار دا هنعمل كسكسي من بتاع الفلاحين بتاع زمان الجميل ده هوتي وهتشوفوا مع بعض هنعملوا خطوة خطوة كدتي مع بعض وهوريكم كمان مش هنعملوا لب غربة البجة زي بتاع زمان ولا بكبة ولا باي حاجة ايه هنعملوا ايه يعني حاجة كدتي جميع بصفة الختام بتاعي ما شاء الله وبدأوا يكبروهم تصدقوا وبدأوا يتجلوا جعدت أحط سكر كدتي كان فيهم تابع جاين اللي حطوله سكر في اللمية بحطوله سكر وخميرة زي ما انتوا قلتوا ما شاء الله بدأوا يتجلوا وبيكبروهم هم اي نعم ما بيكبروش بسرعة بس بيكبروش يعني ان شاء الله من هنا لبعد العيد كده كنوا كبروا ايه وحلووا كده اتباحهم بك حتى لو الواحدة وصلت كيلو كده يبى حلو بس هما ما شاء الله بدأوا يكبروهم بجت بحط خميرة بجت في اللمية وسكر بحط خميرة في الاكل مش في اللمية وبحط سكر بجتطلهم بردك هما لما هيجلبوني بجتنا مش هجيبها على لقفة اوكل بجتعيش اوكل ايه خيار وحاجات بجتعيش فانا بجا مش هغلب نفسي بجا واشتيري ايه عالف وحاجات غالية لان انا كنت جايبهم على اساس بيت وجدت بجا هجيبهم عالف وكبرهم زي اللي كنت جايبهم في رمضان لان في رمضان بصراحة كنت جايبة فراخ وكبرت ما شاء الله وكبرت خلص زكاة الواحدة ما شاء الله وصلت تلاتة ونصة اربعة فانا فكرت دول زي دول بس لا تمحت عشان رخاص وجدتهم بجا ما بيكبروش بس ما شاء الله بدأ يكبروا وما عندهم بيكبر بطيه بس هيكبر المهم لما ات بجا الموعين خلاص فطرت الطيور وزبطت البطة اللي بايضة دية وجدت بجا هدعك الموعين وهنخسل بجا التلاجة بتاعتنا وهنطلع الحاجات اللي فيها كلها ونشوف بجا نخلل الخيار ونشوف اللي فيها نرواجة بجا ونخسلها بعد ما ندعكشة الموعين دول عشان خاطر نفضى بجا نخش بجا احنا كنا جاعدين بصراحة ناكل ايه ناكل ايه كان فائد شربة من بتاعت الرومي اللي انا كنت جايبها مبارح لحمة بتاعت الرومي دي كانت جميلة قلت هعمل صلصة كده عليها وهعمل بردك شربة يعني الكسكوسي دي بيأكلو مع شربة وصلصة بعمل دمع كده يعني صلصة وبجيب لبن وبياكلو بجا كل واحد عاوز ياكل ايه بحاجة بياكلو يعنى فاجلت ايه انا ندعك بجا ونقدم اصالحنا وقعدنا بجا نفكر في الاخر احنا هنعمله بالليل بجا احنا كده كن في النهار بدري بس احنا اعملت بجا احنا بضلنا جاعدين هناكل ايه هناكل ايه لحد ايه ما نعمل بجا الكسكوسي بصراحة الصبح احنا بنفطر بالطبخ اللي فائد يعني احنا بجا مش بنكلف نفسنا ونجيب طعمية وفول حاجات الغالية دي لا بصراحة يعني لو فيه طبخ فائد زي ما انا كنت طبخن برا كده السبانخ والرز فاض العيل بيصبح يفطر بيه وخلص بجا بدل ما نكلف نفسنا وروح نجيب فول وروح نجيب طعمية رجعنا الايام زمان بجا بصراحة عشان ايه دلوقت عشان تروح تجيب فول وطعمية اجلى حاجة 35 جنيه يعني بعشرين جنيه ما بتكفيش العيل منجيب عشرة فول وعشرة طعمية عشرين جنيه بيأكلهم جعنين ثاني بتضطر الجبب بخمساشر فول وخمساشر طعمية 30 جنيه عشان يكفي العيل ولو جابه بخمسة جنيه كمان بدانجالب بخمسة تلاتين جنيه يا دوبك يكفي العيل فطائر فبصراحة انا بقول ايه الطبيق او ايه حاجة عملتها اما هيصبح يفطر بيه وانا كده كده اببها اعمل اكل تانية ايه? اه يعني كده كده قلت بهم الاكل تاني وخلاص يعني ايه? مش مش كلبك. اوفر كل يوم من خمسة و تلاتين جنيه. هنا كنت خلاصة الموعين. وده اللي باجة راح تدخلها. اخسر باجة جردان دوام لا. اللومية باجة بصراحة ضعيفة مغلبان. اللومية بتقطع عندنا اللي من دول كتير جو. مش عارفة بتقطع ليه. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اللي جمعي. لا اله الا انت سبحانك اني كنتم الظالمين. الا بذكر الله تطمئن الكلوب. اللومية باجة ضعيفة. مش عارفة اعمل حاجة باجة بصراحة ضعيفة خاصة. فحطتش امية في الجردان وقلت ايه? هيحصل باجة للحتة دي ما كان الموعين هو ما كان كله جدتي. وانا اضافها. كده انا شطفت اهوتي وغسلتها. على زي اللومية يعني اللومية بصراحة ايه جطع. وقلت ايه نتي باجة هراح ارواج التلاجة. وهاخصلها. فيها باجة خيار وفيها فلفل وفيها حاجات ايه? وجلت لداليا بالمرة تروج المرتبة بتاعتنا وتفرش ملاية علىها حلوة. وتكنس باجة الحاصرة كده. احنا كنا لمين الحاصرة وكنسين تحتيها. وقلتها تكنس من على الوش كده. عبر ما خلص ايه? التلاج. بدل يعني ما تقول تتفرج عليه وكده. قلت لها للم الملاية الجديمة هوفر شملية نظيفة وااا. واكنس القوة ده. ارا وقت التلاجة الكيس اللي على جنب دي في الباب انا حط فيه الادوية كلها هيعني بتاع العيال وكده. وربطها في كيس. يعني مش حتى جزيز الدواء كده لحطاهم كلهم في كيس واحد اوة. وربطاهم وسايبهم في التلاجة كده في كيس يعني ملمونوك كله مع بعضك. الله ما صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وعلى ليه يا جمعي. اغسلها بقا والادراك بحلقة اشيلها جوه. وانشوف في جلبها لو نخلل بقا الحاجات اللي فيها ونفضيها بقا. وكمان اللي حطة البطخة دي كانت بازت هنودها بقا للطيور. بقا لها فترة لها ما كلوهاش. فقلت لها بقا ندخلها للطيور. وهنلم الحاجات اللي في الادراك دي. وزي ما قلت لكم هنشوف فيها. ويعني ننظف في التلاجة وكا. بدا المهم كاركبة. وفيها شويات شويات كده تلاء. هنرواجها بقا. واحنا جاعدين. هنا بقا كنت خلصت اهوتي. وربطت الدواء. وحطت زموة تاني. هيخسلها بقا من بره. وانشوفها. داليا كده 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 غيرت الملاية ورواجت. هتكنز بقا القوضة كده دي. من على الوش زي ما قلت لكم اياه كدتشيلها الحصيرة وكانت كنساها. هت ايه ملك. عايزة. هتصرح دلواج تصبر. هنا بقا تيانا كنت خدت اللي درجرة كانت على جنب لما تخلص. عشان نشيلهم وندخل انا وهي بقا. نكمل بقا جوه. خلصت بقا ايه القوضة. جبت بقا الملح. هعمل بقا دقة كده كده. احنا منه على على الملح يعني دهوتي. وشاطة وبابركة وكمون وفلفل وكزبرة وبصوا كل حاجات كتيرة جوه في الكزة او. وانا براعم لفل ملح كده تي. وبخليها يعني غمزوا منه ونطبخ منه كده تي. احنا بنحب الدقة دي. على الاكل. افض بقا الكياس واشوف ايه. لجي تخيار ولجي تفلفل. وكم حبيت طماطم كده دي. وجبت البرطمان اللي انا كنت جايبها في المخلل. ما شاء الله المخلل بتاع مبارح. من حلوة والعيال كلوحاف. والله شوف انت كنت جايبها جدا مع الرومي. والله العيال كلوحاف. شايفيني البرطمان اللي كنت حط فيه. عشان كده اجلتهم طبعا انا هعملكم تاني. المخلل اللي هو كان آآ ليفته وجزر ده. عجب العيال وكانوا حقف. وبصراحة كان طعموا حلوية يعني. كانوا رايحين جايين بياكلوا مش مبطلين. حاف بعيش مش مبطلين. فاجدتهم هالم الخيار والفلفل اللي عندي في التلاجة وارروح مخللها. جعدت باجا هنا. آآ جبتوا تحت الحنفية باخصل فيه. وبحط الدلية وهي باجا بتحط في البرطمان. ورشيت باجا في نص ملح كده. وكنت باغلي ايه. الغلاية اممية عشان اكب عليم مية سخنة. انا هعملوا بمية سخنة على طول كده عشان خاطر يياكلوا منه على طول. لما عجبهم المخلل دي كنت باجا هيعملوا وايه الجهز كده يياكلوا على طول. طبعا الوزتان بتوعنا زي ما انتم شايفين ما بيسيبناش والله. هو الوز دي ولف. ما بيسيبناش. بس انا خلاص بطلت خليه يدخل جوه. يعني سبته برا على طول. وبدأت اخليه كمان تحت ما طلعو الشينتي ده او طلع بس عشان ايه اه بنحب نطلعوا معنا في الفيديوهات وكا. لكن بعد ما انخلص بنزلوا تحت. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى لي يا جمعي. لا اله الا انت سبحانك اني كنتم الظلمين. دخلنا باجه عشان نعمل الكسكسي او. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. هنا باجه احلل شوية الدجيج اللي انا عملهم كسكسي. احنا بدنا كده وهنحط مياه بسيطة كده ايه. يعني مش نحط مياه كتير. بص الكسكس ده بنحلل للدجيج ازاي ما احنا عايزين. وبرش بس بدينا كده شوية تم مياه عشان الخطر ايه. ننمى شو بس كده ونفضل ندعك باجه بيدنا ندعك لغاية ما يعمل زي حبات الرمل. بص انا عندي الغربال بس انا مش اعمل بالغربال. لأنا هعمل بالمصفة السلك البلاستيك دي عشان كل بيوتو روحت فيها المصفة البلاستيك دي. يعني انا مش هحطوا الغربال في خارس. لان در واخد ما فيش حد ايه بصيط اللي عنده الغربال ده. وكله عايز يعمل كسكسي بيقد يعمل وايه ازاي وفي الكبه ومش عارفها لا. حتى اللي ما عندوش كبه. احنا بنعمله بالغربال بس انا مش هعمل بصراحة انا وردتكم الغربالة بس انا اعمل بالمصفة اللي انتو شايفينها البلاستيك دية. وخلاص. هنا داليا باك هتعز اعمل العجين اللي بنحطها على المصفة دي. هتحلل الدقيق. وانا قلت لها كده كده انت بتحلل الدقيق. ليه? جايب المنخل وعاز اتحلل الدقيق اللي هتحطه على ردانسل حتى نص العجين اللي هتعملوا. رد ونص دقيق. فعاز اتحلل. قلت لها يا لسبي ما تحلليهش. هتعجنهم بجتي وتروح جاية بين الحلة والمصفة وتروح ايه? نسد المصفة دي خالص ما نخليش فيها ايه يعني ايهو. عشان خطر الكسكس بتاعنا يطيب. ما يخليش فيها ايه هوفة هي هتعجن وهتحط بصراحة البتاع حوالين المصفة زي ما احنا بنعمل. انا بوريها بجأ بقول لها اعمل كده. وانا ايهنا تياه فضلت يعمل في الكسكس على ايدي كده لغاية ما عمل زي حبات الرمل. باخده بجأ بالمصفة تانية هنزله. واحدة واحدة كده. هنزله على جنب مرتين كده فيه. وبعدين هنحطو يستوي. احنا بنرد مرتين الكسكس دي بنرد. يعني بنجب قماشا بيضة. وبنحطها في النصفة ديه وبنحط تحتيها يعني ربع الحلة ومية مش نص عشان ما يغليش ويبلبل الكسكوس بتاعنا لأ بنحط مثلا كبايتين 3 كبيات ومية في الحلة وبنسيبها تغلي وبردك بنشجر عليها وبس بنوط باجع عليها ما ما خليش علي الجامد كده عشان ما تغليش برضو جامد وتبل الكسكوس بتاعنا معا انا كده حطت كباية واحطت كباية تانية اي هي جابت برضو مية تانية اي قلت لها هاتو مية برضا راح تجيب احطت كده كبايتين هافرج باجا فالنا بيدا كده مش عايزينها ولا حاجة وراح حطيه الكسكوس بتاعنا هو وهغط عليه وسيبه بص هو هيطيب وهارجع اجيبه في الصينية بتاعتي سامنة باجا بلدي اي سامنة وتروحوا دحكينو بيها وتروح حطينو تاني يعني لازم يترد مرتين اه كده انا ردته مرة تانية واده انا حطته اه في الطبق احط بقى جنبي الصلصة شايفين زي حبة الرمل اهو احطت جنبي اللبن والصلصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة